أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأسبوع الجاري مرحلة جديدة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية في عدة محافظات وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية يأتي ذلك في ضوء خطة الأكاديمية الاستراتيجية ليعم البرنامج كافة أنحاء الجمهورية وذلك بالشراكة مع وزارة التخطيط تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة من أجل تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية انطلقت المرحلة ثالثة من هذا البرنامج في أدقاهلية والبحيرة والشرقية والفيوم والإسكندرية حيث تستهدف هذه المرحلة 200 متدربة من كل محافظة